الأوساط البريطانية بدأت تزيد من عملية اهتمامها في طبيعة البديل الذي سيحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل العراقي وواحدة من هذه الأوساط هي الميدل إيست آي البريطانية وهذه قد تبدو غريبة بالنسبة أنك عراقيين خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تنسحب من العراق هي لا زالت في اتفاق مع الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ولكن النقطة هنا الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية بتحول قواتها من قوات قتالية إلى استشارية مع ما حدث في أفغانستان مع عدم اهتمام جو بايدن في قضية الشرق الأوسط جعلت كل أوروبا والعالم ينظر إلى أن هناك فراغا بدأ يترك من الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وعلى هذا الأساس قد تبدو بالنسبة أن الأمور مريحة وأخبار سعيدة بالنسبة لإيران ولفصائلها المسلحة للداخل العراقي أنهم سيطروا على العراق ولكن الميدل إيست آي على الأقل تعتقد بأن الأمور مختلفة هنا خاصة وأنها رأيت بأن الإيرانيين لا يريدون أن يتحملوا عبء العراق لوحدهم ما يريدون يسدون المجال وحدهم لأنه أي عملية تورط في العراق على أي مستوى من المستويات ستتحمل مسؤولية طبعا إيران بشكل مباشر كذلك أن القضية الإيرانية أنهم يريدونهم شريك شريك يتشارك معهم في كل شيء على مستوى المغانم على مستوى الخسائر فلا بد من وجود طرف آخر بدينة للولايات المتحدة الأمريكية كذلك الفصائل المسلحة هنا هي أمامها فرصة كبيرة لابتلاع الدولة العراقية ولكن المشكلة بالنسبة للفصائل المسلحة أيضا هي تفهم تماما بأنها لا تستطيع القيام بذلك لأنه العراق سيدخل في أزمة مالية خطيرة جدا خاصة وأن مبيعات النفط المباشرة العراقية وحتى عملية الاحتياطات هي كلها ذهبت إلى البنك الفدرالي الأمريكي منذ عام 2004 هناك حصان على هذه الحسابات التابعة للعراق فلذلك أي عملية سيطرة من هذه الفصائل المسلحة على الدولة العراقية ستدخل الدولة العراقية في أزمة خانقة جدا وعقوبات وتجميد لهذه الأموال وتصبح ورطة حقيقية تواجه النظام العراقي في الداخل وتهدد بشكل مباشر ولذلك على هذا الأساس القائد العراقيين أيضا لا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج وليس هناك أي بديل هم يحتاجون إلى البديل في الداخل العراقي من أجل مواجهة النفوذ الإيراني على مستوى الفصائل المسلحة وعلى أي مستوى آخر ممكن أن تتخذ إيران في المنطقة وهذا طبعا اللي أكدته الميدل إيست آي عن طريق مسؤول رفيع المستوى هو الذي صرح بشكل مباشر لهم شوف شون اللي قاله أن القادر العراقيين كانوا ولا يزالون يبحثون عن قوة يمكنها تأمين توازن موضوعي ضد النفوذ الإيراني في العراقي وفي المنطقة الآن من هو البديل يا ترى الذي سيحل محل الولايات المتحدة الأمريكية تم تقديم هذا البديل في قمة بغداد اللي هي فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا لديها رغبة كبيرة جدا وبدأت تتحرك بقوة لأن تكون هي البديل للولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة الآن مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الآن ووضعها اللي دا نشوفه إحنا في الداخل العراقي فرنسا الآن دا تشوف بأنها فرصة للسيطرة على عدد من الأمور الداخلية على مستوى نفوذ اقتصادي نفوذ سياسي خاصة وأنهم فشلوا في قضية لبنان في الفترة الأخيرة بعد الانفجار اللي صار طبعا في مرفأ بيروت رغم كل الوعود اللي طرحتها طبعا فرنسا ولكن القادة اللي موجودين في لبنان متصلبين للغاية أمام الحلول اللي طرحتها فرنسا وكذلك يجب أن نفهم قضية أن الفرنسيين هم ثاني أعلى قوة موجودة في الداخل العراقي من ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر طرفا مهما أيضا في قوات حلف النيتو لذلك الأمر ليس بالغريب عليها أن تأخذ مثل هذه الأدوار بالإضافة إلى ذلك أن فرنسا لديها أيضا عداء مع الأتراك وهذا العداء قد يكون أمرا غريبا للبعض من عندنا العراقين ولكن لديهم صراعات على مستوى شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا وهي تريد من خلال وجودها وتقاربها واقترابها من الحكومة العراقية اللي هي أصلا الحكومة العراقية قريبة جدا ولديها شراكة جيدة مع الأتراك أن تستخدم هذه الشراكة لضغط وفرض ضغوط وكروض ضغط على الأتراك في الداخل العراقي لذلك هي أيضا فرنسا لديها أجنداتها التي تبحث عنها بشكل مهم وكذلك أن فرنسا ستكون طبعا رادعا للفصائل المسلحة في حالة أنه إيران فكرت في التقدم وقد يخدم الوضع اللبناني بشكل عام خاص ونحن نعلم أن من المرصد السوري لحقوق الإنسان هناك شاحنات مستمرة تتقدم من داخل الأراضي العراقية ونحن نتحدث هنا على الأقل إلى يوم أمس تسعة وثلاثين شاحنة محملة بالوقود هي دخلت إلى سوريا إلى ألبو كمال إلى دير الزور إلى حمص مباشرة إلى الداخل اللبناني وكان هناك أيضا خمسين قبلها شاحنة أيضا محملة بالوقود أيضا انتقلت من العراق إلى الداخل السوري إلى الداخل اللبناني فلذلك هذا الوضع ممكن أن يأخذ مدايات مختلفة جدا مع وجود فرنسا وتوغلها بشكل أكبر وكذلك هنا السؤال الأهم أنه لماذا قاد العراقيين يركزون ويريدون أن تكون هناك دولة أخرى لمواجهة النفوذ الإيراني لماذا لا تواجه الدولة العراقية والحكومة العراقية تحديدا هذا النفوذ الإيراني بالطاقات الموجودة هذا الأمر متعلق بطبيعة النظام العراقي بشكل عام بحسب الميدل إيست آي البريطانية شوف شنوني قالت إذا وصلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى استنتاجه مفاده أن العراق أصبح قضية خاسرة وأنه لا جدوى من الاستمرار في دعمه سيعني ذلك انهيار هذا النظام وانتهاء شرعيته وطبعا بالنسبة لي فرنسا الآن استثمرت بشكل كبير كما شهدنا يوم أمس واهتمت كل الصحف الغربية والمصادر الغربية بطبيعة التوقيع اللي صار مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار في قضية وفي قطاع مهم جدا اللي هو قطاع الطاقة الذي سيوفر الكثير والكثير للعراق توقيع تاريخي لمدة 25 سنة هذا العقد سيلعب دورا كبيرا في وضع العراق بالإضافة إلى ذلك أن أيضا فرنسا مبازة تستثمر بالعراق وإنما هي تستثمر في إيران الاتصال الثاني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتفقوا على عدد من الأمور وتحدثوا على عدد من الأمور المتعلقة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية منها المفاوضات النووية ولكن الأمر اللي خصنا في العراق أنهم اتفقوا على إعادة ترتيب الأوراق في العراق وأن إيران داعم لاستقرار في الداخل العراقي وطبعا هذه جدا مثيرة خاصة وأنه هل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سؤال الآن يطرح ستسمح لفرنسا أن تستثمر بهذا الشكل وتأخذ كل هذا النفوذ الكبير خاصة وأن أمريكا لديها استراتيجياتها التي تريد من خلالها السيطرة على الداخل العراقي منذ سنين طوال الأمر يتوافق تماما على الأقل مع سياسات إدارة جو بايدن بايدن يريد إنهاء الحروب الأبدية وهذا طبعا يفتح له فرصة إذا ما سيطرت طبعا فرنسا على الوضع العراقي فيسمح له الانسحاب فيما بعد من أجل تطبيق قضية قضية مهمة جدا من رسب الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الوعد الانتخابي اللي طبعا وعد به جو بايدن كذلك أن فرنسا بما أنها تستثمر مع إيران وتواصلها جيد وإيجابي وليس هناك على الأقل اعتداء من الفصائل المسلحة على الفرنسيين كما يبدو ليس هناك هذا العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية تجعل فرنسا وسيطا جيدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل حل القضية النووية في الفترة القادمة وكذلك أن فرنسا هي ستتحمل العبء في العراق خلص الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت في سياساتها من 2003 لحد الآن الآن فرنسا ستتحمل المسئولية كاملة مع النفوذ اللي تمتلكه خاصة وأن التوقيع اللي صار مع شركة توتال يوم أمس يعطي فرصة كبيرة جدا للعراق بأن يعتمد على نفسه في قضية الغاز الطبيعي خلص هو يعتمد على نفسه ليس بحاجة لأن يأخذ من إيران الغاز الطبيعي وعلى هذا الأساس العراق حقيقة لن يكون رهينة في المستقبل لإيران كما شهدنا في الفترات السابقة في قضية الغاز الطبيعي والكهرباء وبالتالي هنا نقطة مهمة جدا لطبيعة أنه حتى لو تغيرت الإدارات الأمريكية في الفترة القادمة فلن تغير كثيرا من طبع الاستقرار والاتزان التي تهدف المنطقة بشكل عام على ما يبدو إذا ما كانت أمريكا وإذا ما كانت إيران لتحقيقها في الداخل العراقي وفي الشرق الأوسط بشكل عام